محافظة القاهرة تسلم 31 أسرة من منشية ناصر وحدات كاملة بالأتاس بالأسمرات أنا بحب جدا الأخبار اللي فيها حاجة بتتقدم للمواطن الناس الغلابة اللي سكنة في العشش الناس الغلابة اللي سكنة في بيوت أيلة للسقوط الناس الغلابة اللي تشرطت بشكل أو بآخر أو ملهاش بيوت أو عشش صفيح ده هيتلغي من مصر تماما مش هيبقى موجود بشكل نهائي في مصر فكرة أن حد سكن في عشش صفيح إذا ما كان بيحصل في السنين اللي فاتت أو حد قاعد في بيتها يقع على دماغه ده مش هيبقى موجود مش هيبقى موجود خلال السنين اللي اللي جاي طب يأخذ الشقة ويفرشها منين ما هو غالباء يفرشها منين يعني قال لك لا الشقة يأخذها مفروشة من ما جميعه يعني ما يروحش ودي بوتجاز لا حتى لو عند بوتجاز ما يروح يبيعه طب ما يجيبش تلاجة لو عنده اللاجة يبيعها ما احنا جايبين له طب والسريرين التلاتة عايز سريرين التلاتة وهم موجودين طب عايز السجادة يفر موجودة صفرة صغيرة موجودة طب عنده شوية حاجات برضو بتاعته وعايز يحتفظ بيها هدومه الشخصية عنده كم شنطة عنده بتاعه يعمل ايه نحنا هنبعث له عربية نقل الحد البيت تاخد حده الشخصية اللي بخلاف الأساس حده الشخصية ونطلعها له في وينش الحد يعني في وينش اللي هوه في بلاكون عالي يعني هنطلع هذا الحد جوه يعني مش يسرف ولا مليم مش يسرف ولا مليم هو ياخد المفتاح وزي الباشا نقول له مبروك ويفتح حبيته الجديد ونقول له الله يبارك لك أنت وعيالك ده اللي بيحصل في مصر ده مش حلم ولا واحد بيتمنى ولا أنا أعب بيتمنى شوية حاجات على الهواء ده واقع وموجود موجوده الصوت والصورة في الأسمرات وفي أماكن كتير جدا فيه هنا في السلام وفيه في اسكندرية وفيه في أكتر من مكان في مصر فدي حاجة جميل لحقيقة نتمنى قريب أن زي ما أنت بتقول كده ما نلاقيش ولا حتى عش ولا حتى واحد ساكن طبعا إسطرة الأداء كمان اللي بتشتغل بها الدولة ده حاجة رائعة أكتر من رائعة الحقيقة ما كناش حتى نتوقع أننا نشوفها إن شاء الله لا مناطق خطرة ولا مناطق غير أدمية ولا عشوائية تم القضاء عليها بشكل نهي لا منطق خطرة اشتركوا في القناة